يمكن لما بنتكلم عن 30 يونيو 30 يونيو كانت ثورة في كل المجالات 30 يونيو كانت نهضة ويمكن تطور في الوضع الاقتصادي المصري إصلاح لملفات يمكن محملة بأعباء عقود طويلة فاتت ويمكن كان من بينها القطاع الزراعي وغيره والبنك الزراعي المصري ما كانش بعيد عن اللي بيحصل في البلد ما كانش بعيد عن التطور اللي بيحصل في البلد إزاي نقدر نشوف 30 يونيو في البنك الزراعي المصري التطوير اللي حصل في البنك الزراعي المصري وعدد الهيكلة يمكن هي من أهم الدلائل اللي بتقول ان احنا تبنينا الرؤية الخاصة في خامة رئيسي الجمهورية بالاهتمام بالزراعة والاهتمام بالمزرعين وصغار المزرعين والمشروعات الكبرى الزراعية وبالتالي كان بدعم البنك المركزي المصري دخلنا في خطة تطوير شاملة للبنك الزراعي المصري التطوير ما بيكونش ان انا بطور مبنى بس لا بالعكس احنا ابتدين بالبنية التحتية وهي برضو هي الاساس في اي حاجة التكنولوجيا عملنا الاتا سنترا بتاعة البنك الزراعي المصري ابتديني نعمل رينوفيشن لحوالي 650 فرع من 1150 فرع بتاعة البنك الزراعي المصري صرفنا دورات في التدريب اكتر من 100 مليون جنيه او 120 مليون جنيه في خلال العامين الماضيين على الموظفين بتوعنا علشان يبقوا هم على اعلى مستوى في اعداء الخدمات المصرفية اصدرنا مجموعة من المنتجات الزراعية او المنتجات اللي بتهم او يهتم بيها المزارع البسيط درسنا السوق ودرسنا الفئات التسليفية وبتدينا نبص بصورة اوضح على احتياجات المواطن القاروي والمواطن المزارع البسيط اللي في ريف المصري ايه اللي هو محتاج له فعليا فلقينا ان هو محتاج ان احنا نحرك الفئات التسليفية علشان القروض الزراعية احنا محركناش مرة واحدة لا احنا حركناها اكتر من ثلاث مرات على مدار العامين الماضيين تمشان مع اسعار السوق في مدخلات الانتاج وبتدينا نهتم جدا بزراعات تعاقودية عشان نأمن مصدر داخل المزارع بتاعنا قعدنا هيكلة الشركة الزراعية اللي هي ملكة اللي تبع للبنك اللي هي موكلة لها توزيع جزء كبير من الاسمدة اللي خارج الزمام اعتقد كمان ان مساهمتنا في مبادرات حياة كريمة وتوجدنا كواحد من اكبر البنوك اللي هي فروع على مستوى القرى المصري وبتمس اكتر من ستين مليون مواطن في الريف المصري كان لازم مهم جدا نحن نوفر لهم منتجات شمول مالي لتقدر توفي احتياجات المزارع البسيط وما يحتاجش ان هو ينزل زي ما بيقوله في القرى ايه في البندر او ان هو ينزل للمركز وان هو يقطع مسافات كبيرة يمكن معالي محافظة البنك المركزي دعمنا بألف مكانة ATM فوصل عدد مكان ATM الموجود في قرى في جميع قرى مصر النهاردة لحوالي ألف ومئة مكانة بعدما كان البنك الزراعي عنده 76 مكانة فقط لا غير مع انه عنده انتشار كبير بس ما كانش فيه امكانيات فانت بتستخدم ده بقى في انك انت تتوسع ما كانش فيه امكانيات موجودة في البنك الحمد للبنك المركزي مهتم جدا ببنك الزراعي وتطوير البنك الزراعي لو هنيكلم عن التطوير لا معلش هستغذلك هناخد وقت كبير قوي نتكلم فيه يعني يمكن واحد من اهم المحاور اللي اشتغل عليها البنك الزراعي هو دوره كبنك في تنمية القطاع الزراعي بشكل مباشر وقبل ما حدرتك تقول لنا البنك عمل ايه في تطوير القطاع الزراعي بشكل مباشر يعني بنشوف حضرتك بتنزل بنفسك في المزارع بتنزل في نفسك تقابل الفلاحين ويمكن المعروف عن المصرفي انه وعد في المكتب فاحنا بنشوف مصرفي النهاردة بينزل وسط المزارعين ويقابلهم بشكل مكسف ممكن نعرف ليه؟ لسببين النشاط الزراعي لما نيجي نبص عليه عشان البنك تبتين تتموله يعني غالية ما يبقى فيه بعض التخوف التخوف من الزراع بسبب ان فيه بعض الاحداث اللي بتحصل زي التغيرات الملاخية ممكن تأثر على الزراع بس هو ده صميم شغلنا وزي ما انت اتكلمنا ان رؤية القيادة السياسية ان احنا بنتكلم على المستقبل والمستقبل مش هتحقق بالمزارع البسيط بس المستقبل هتحقق بان انا انزل قعد مع المزارع البسيط واقعد مع المستثمر الكبير واقعد مع الشركات وتشوف دحتياجه ايه؟ واقعد مع المحافظين واقعد مع اعضاء مجلس النواب والشيوخ نسمع صوت المواطن نكون في وسط الناس وبالتاني نشوف احتياجات الناس الفعلية طب ده بيترجم بالفعل في منتج بيتوفر للمزارع مصر؟ بوس هو ده ترجم فعليا بالارقام احنا زودنا المحافظة بتاعتنا بتاعت الشركات وصلنا لأكتر من 7500 شركة ما بين متوسطة وصغيرة وشركة كبرى بعد ما كان عندنا ست شركات بس بس يعني كان ست شركات اللي البنك مويلهم النهاردة بنتكلم في الناس اجمالي المحافظة كانت 500 مليون جنيه شركات للست شركات نهاردة احنا النهاردة بنتكلم المحافظة وصلت ل 15 مليار جنيه منح فعلي ده نص مليار بقت 15 مليار منح فعلي لشركات صغيرة ومتوسطة سنتين سنتين بنتكلم في مجموعة شركات ما بين شركات كبرى وشركات متوسطة وشركات صغيرة استثمار زراعي تمانين في المئة منهم استثمار زراعي استثمار زراعي وحيواني ودجيني وأسروا سمكي احنا كان عندنا جرأة نحنا نعمل مجموعة من البروتوكولات على رأسها الريف المصري على رأسها المحافظة الوادي الجديد ونبتدي نمول الأراضيس مستقبل مصر بدنا نشتغل في الدلتا الجديدة من خلال الزراعات التعاقدية من خلال نحنا نبتدي نعمل بنية تحتية مع المستثمير اللي عايزين يعملوا أعماليات استزراع احنا هنا بقى بنتكلم على المستثمير الكبير اللي هو بيتكلم في ألف فدان و ألفين و عشرة ألاف فدان بنعمل أبيار بنعمل بنية تحتية المستورد لهم البورفيتات بندي لهم تنويل لمدقلات الإنتاج وبالتالي دول بيكون عليهم جزء كبير جدا من تنمية الاقتصاد ومساعدة البلد أنها تصدر وبالتالي جلها عائد من العملات الصعبة الحمد لله إحنا دقينا في الوادي جديد بس أكثر من مليار وستمائة مليون في الوادي جديد بس كلها في منها حوالي ستمائة مليون في مشروعات وأفراد وحوالي مليار جنيه في مشاريع كبرى اشتركوا في القناة